صباح الخير. ازايكم يا حبايبي? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. آآ فيديو النهاردة فيديو طبعا افكار لتنظيم القودة بتاعتنا. لو احنا عندنا قودتنا صغيرة ومش عارفين نعمل ايه في ملاياتنا والفوت والشنط. وكنت طلبتوا مني قبل كده برضو كتير آآ افكار تنظيم الشنط. انا كنت عاملالكم فيديو قبل كده. وقلت لكم لانا هكمل لكم الفيديو بس معلش يعني اتأخرت شوية. فالنهاردة ان شاء الله. هنكمل بقية التنظيم بتاعنا. اول حاجة هبدأها معاكو. اول فكرة يعني. انتو طبعا عارفين البوكس ده. انا عملت فيديو قبل كده. اهو. شايفينو. ده عبارة عن ايه? وهو هنا في ايد. برضو هتكلم الناس اللي هي لسه دخلة القناة. آآ طبعا انا ايه جايبة كل حاجة فرشة في الارض كده. وعادة معاكم في الارض. وهوريكم حاجة حاجة لحاجة كبيرة وكتير. فايه? آآ معلش بقى على المنظر بتاع الارض يعني. آآ بصوا بقى. آآ ده الباسكت ده. ده اللي هو بتاع الفاكهة اللي هو الاسود. تمام? هحاول انا عمل لكم صورته برضو هطلع لكم صورته في اله هنا في الفيديو يعني. آآ الباسكت الاسود. انا اخدته وغلفته. عملت له سفنج وقماش ودونتيل. بصوا خليته حاجة يعني جميلة جدا. بحيث انتي لو انتي استعملت فيه في القوضة عندك ما تكسفيش ويبقاش شكله مش حلب. وليه خمسين الف استعمال. بصراحة يعني. آآ حلو جدا. بصوا شايفين من جوه عمل ازاي كبير جدا. وشايفين طبعا انتي ما تقوليش اللي هو الباسكت الاسود. وحاسب لكم برضو اللينك بتاعه. ازاي عملته وكل حاجة للناس اللي هي دخلة جديدة لقناة يعني نورتني جديد. وهو برضو بصوا عمليه عاملة ايه عاملة هي بتمسيكي منها زي بتاع ايكيا يعني حاجة حركات جامد يعني. تمام? طيب. بالنسبة للباسكت ده. ممكن نستعمله في ايه? اول حاجة ممكن نستعمله فيها الميليات. يعني مثلا بصوا انا كنت طبقا قبل كده برضو مورياكو ازاي بطبق الميليات. بطبق الميليات برضو في فيديو تاني لتطبيق الميليات عندي بعملها ازاي. بصوا حبيبي انا كده طبقت الميليات بطبقها وبعد كده بجيبي الخدادية بتاعة الميليات واحدة واروح حطها جواها. الميليات كلها بمخداتها بخداداتها كلها. بتفضل الخدادية واحدة واروح حطها كده. كده طبعا ما فيش حاجة تتوه من ولا الخدادية تتوه ولا اي حاجة. بصوا حبيبي انا كده هجيب الميليات كده. تمام? انا حب يعني في كل حاجة لما اجي اطبق الحاجة اوقف الحاجة. حتى في الفريزر زي ما اوريتكو لما بساوي الفريزر عندي والتلاجة وكده بحب اوقف اي حاجة كده تبقى ايه? ما بتاخدش مساحة. بصوا حبيبي دلوقتي دي الميليات اهي كلها متطبق نفس التطبيق اللي انا اوريتها لكم. اللي هي تحطوها جوه حاجتها جوه بعضها. تمام? بصوا احنا كده حطينا تلات ميليات. دي ميليات كبيرة. يعني دي ميليات الحجم الكبير اللي هي السرير اللي هو الكبير مش سرير اطفال. يعني كمان لو هتعملني سرير اطفال هتبقى اصغر من كده. تمام? طيب. احنا كده بصوا اخدت اربعة. اربعة ايه? جوه الباسكت اهو. تمام? اهم دول اربعة ميليات. طيب. وممكن برضو فوق تروحي حطي ميليتين. يعني انت لو عامدك ست ميليات هتروحي حطي اربعة كده. وتروحي حطي اتنين فوق. فهميني ازاي? يعني انا برضو هاجب لكو اتنين وحطهم لكو من فوق. اصبح الباسكت ده ممكن ياخد اه ست او سبع ميليات. لو انت طبقت اتنين جنب بعض كده هورهم لكو. شايفين? اهو كده يا حبيبي. احنا حطينا دي وقفناهم. والاخيرة دي حطيناها كده من فوق. اصبح اللي انت لو انت عندك شوية شوية ميليات بتاعتك. او مثلا لو عندك ميليات الصغيرة بتاعت سرير اولادك. هيبقوا حتى لما يطبقوا هو اصغر من كده. ممكن ياخدوا منك كمية. ودول تحطيهم بس كده تحطيه في ضرفة من الدلاب عندك او الدلاب من تحت او في اي مكان مثلا اي مكان عندك مثلا مكتبة اي حاجة على جنب كده. المهم اللي انت هتستفادي انا برضو هوريكم منظروا في الدلاب في الاخر هيبقى عامل ازاي? هتستفادي اللي انت ميلياتك حطتيها في مكان مكان نظيف يعني البسكت نظيف وما يدخلوش سرابة يعني حاجة نظيفة تمام? طيب دي اول فكرة معانا في البسكت ده. هناخد ايه بسكت بسكت? وبرضو هقول لكم الافكار. دي اول فكرة معانا فكرة الميليات. هنشوف دلوقتي تاني فكرة معانا. تاني فكرة معانا بقى يا بنات هي فكرة الفوت. انا برضو كنتم طبقة معاكو الفوت وعملها معاكو قبل كده. تمام? بصوا بقى البسكت ده هياخد قد ايه من الفوت. وبعندي فوت كمان كبيرة مش فوت صغيرة. اهي عملناها اهي بصوا. ممكن برضو تحطيه في ضرفة من الدلاب عندك بدل الفوت ما تقع يعني وتتبهدل على بعض. بصوا شايفين? بياخد كمية فوت كتيرة جدا. اهو دول كام? تلاتة اربعة خمسة. هاجبلوكو طيب بقية الفوت واقديل. اهو يا حبيبي دول كده اه عشر فوت. تمام? بصوا اهو. ستة فوق بعض. اه تلاتة تحت وتلاتة فوق. وهنا دول تلاتة يبقوا تسعة وده عشرة وممكن ياخد اتنين كمان. يبقوا ايه? اتناشر فوتة. يعني انت لو عندك اتناشر فوتة ممكن تحطيها في البسكت ده. دخالي انت كمان لو عمالتي بسكت واتنين. لو عمالتي بسكتين. واحد للملايات. واحد للفوت. اه او في كل دولاب واحد. والله بجد. ده بتلاتة جنيه. انا بجيبه البسكت ده. او خمسة جنيه. هايل. هتعملي بيه كل اللي انت عايزاه. دي كده ايه? اه فكرتين بس. للبسكت ده. اه. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده غير فكرة الملايات والفوت. بس جربوه بجد بجد والله انتوا عارفين. لو ما تبقى فيه حاجة كده حلوة بحس اللي هي فعلا بيبقى شكلها حل. وحوادقوا في الاخر المنظر عامل ازاي. كده نروح للفكرة التانية. الفكرة البعد كده واللي هي التالتة حبيبي ليه فكرة البسكت ده هي فكرة الشنط. طبعا احنا الشنط مغلبانة على طول. بس بالبسكت ده بصوا. انت كده حطيت الشنطة. كمام? اهي. حتى لو كبيرة يعني دي برضو كبيرة مش صغيرة. هنحطها كده. اهي. كمام? انت بقى عندك اربعة شنط خمس شنط ست شنط هتاخدهم. شايفين? اهو. اهو. وبردو. بصوا حاولوا بقى كبان الادين دي تبقى ايه على طول? تحطوها الناحية التانية. يا اما تحطوها جوه. جوه الشنطة نفسها. اهي. تلموها كده. يا اما. اهي دي بس اخدى مكان لان هي دي مش مقفولة كويس. يا اما تروحوا حطنها على جنب دايما كده. جنب تزنقوها هنا كده في البوكس نفسه. كمام? دول اربعة. ودي واحدة سوغنانة. يبقى خمسة ممكن تحطوها يعني كده في الجنب. وتحطو كمان هنا اتنين تلاتة فوق. كده البسكت ده يبقى اخد منك الشنط. بتاعت مثلا لو عندك بناتك او بتاعتك. هتروح يحطوها كده برضو. في جنب من الدولاب حواريكو المنظر. اه جنب من الرف كده. حيلملك كل الشنط. بدل الشنط متاخد منك رف زي ما انا عملته لكو قبل كده. وهتتلم ومش هتقع على بعضها. وهتبقى جميلة جدا ومنظمة. والدالبك منظم جدا. ده بالنسبة للبسكت اللي هو ده. اللي احنا بنعمله. طيب. فيه نوع بسكت تاني لو انت مش عايزة تعملي ومش مكسلة يعني تعملي وكده. فيه النوع البسكت التاني اللي انا عايز اوارهه لكو ده. اللي هو عامل زي الكرسي كده البوف شوية. تمام? ده بيتشارة طبعا ده طبعا كلكو انتو عارفينه. ده يشبه لبتاع ايكيا برضو اللي بيتباعه هناك في عنده. اللي هو بيبقى فيه ايدين زي الادين اللي انا عملتها كده. بيبقى فيه ايدين بتشديه بس تاني من غير غطى. ده ميستو كمان اللي هو فيه غطى. ويبقى برضو شكله حلو جدا. برضو هعمل لكو التجربة بتاعت الحاجات اللي انا عملتها في البسكت ده. عشان انت لو انت مش عايزة تعمليه. هعمله لكو في البسكت ده وحتشوفوا المنظر عامل ازاي. اول حاجة معي برضو اهو الفوت انا حطيت ستة سبعة. سبعة. تمانية. تمانية. دي تسعة كده. وهنا من الجنب برضو بصوا فاضي هنا. ممكن ياخد برضو اتنين. ممكن برضو يبقى اتناشر معانا زي ما عملنا في البسكت التاني. تمام? وده برضو في ميزة هتحطيه برضو في الدولاب كده على جنب شكله شيء. وحتغطيه. طبعا هو انا بتاعي برضو بقى له معي فترة كبيرة والبلاد كانوا بيستعملوه بيحط حاجاتهم فيه وكده. فبرضو متدهد. بيبقى فيه اشكال والوان منه. واشكال حلوة جدا جدا وشيك قوي. بصراحة انا كان عجبني جدا الاشكال بتاعته. اهو. كده بصوا شايفين. ومنتهى النظام ومنتهى يعني الشياكة اللي هو مفوش اي حاجة طلع برا ولا منظره مش حلو. وحتى مكان لما يكون جديد. انا بقول لكم بقى له عندي سنين ده. لما يكون جديد هيبقى شكله حلو جدا واشكاله حلوة قوي. دي اول فكرة. كده اخد برضو اربع ملايات. ودي كده الخمسة. وممكن ياخد واحدة هنا يبقى كده ست ملايات. برضو هم هم البسكت التاني. وتروحوا برضو وحطينها كده مغبسينها وحطينها في الدولاب. اهو. مسلا لو جبت واحد للملايات واحد للفوت. او ممكن مسلا في الدولاب من تحت. اهو. شايفين? بيبقى شكله شك كده. ما تستنوا ايه? اقفله كويس. هو بقول لكم بس عشان هو بقى له عندي فترة كبيرة. فهو اتبهدل شوية. اهو. تمام? وتروحوا وحطينه برضو في طرفة الدولاب. طيب. احنا كده عملنا كده برضو نفس الكسة هنعمل فيها. هوريكم الشنط شكلها عامل. اهو يا بنات ده البسكت اللي حطينا فيه الشنط. ومتهيالي احسن حاجة هيبقى. الحاجات دي كمان البسكتات دي الشنط. بجد هي الشنط بتعملينا مشكلة كبيرة. انا مع بناتي ومعي بصراحة بتعملينا مشكلة كبيرة جدا. اهو. شايفين? اخد كمية الشنط قد ايه? وتاخد لسه كتير. يعني تاخد لسه من فوق. وكده كده احنا بنقفله. اه. وتحطي طبعا في دولابك. هيلملك الدنيا. وحينظمها لك. اه. بالنسبة بقى البسكتات دي فيه برضو حاجات تانية انا بعملها فيها. مثلا البسكت ده او التاني. ممكن تحطي فيه الاوراق اه او كتب بولادك. طبعا يعني ياخد كتب كتير جدا. اه. تحطيها وتحطيهم في القودة في الارض. وتغطيه. وممكن يعودوا عليه يستعملوه ككرسي. برضو بيستعمل ككرسي حلو جدا. اه. تحطي فيه الشوزات. بس تسيبيها مفتوحة. لو حطيتي كتشهاتهم وشوزاتهم وكده. وسيبتيه مفتوح وحطيتيه برضو. اه. في الدولاب من تحت او جنب الدولاب. عشان ما يعملش ريحة. اه. ما تغطوش بس تخلص عشان الريحة. بيبقى برضو بيلملك كل شوزات الولاد. حلو جدا. بيلملك انت لو بتعملي خياطة بقى. لو بيلملك القماش بتاعك. والمسلسمات الخياطة. اي كراكيبة عندك ممكن تتلم. انا عساعات بقى بستعملك اي حاجة زيادة في البيت. بحطها هنا وبغطيها. وخلاص تستعملي تعوضي عليه. بيبقى حلو جدا. سواء ده. سواء البسكت التاني. وفي حاجة برضو عايز اقول لكم عليها. البسكتات دي. اه. اللي هي بيبقى ليها ايد دي. بيبقى شيك جدا. وليها غطى. بس انا ولازم بهدلينها من الالام وكده. برضو بتستعمل حاجات كده. الادوات المكتبية. انا بحط في زي الشوفونيرة عندي كده. بحط فيها كل الكريمات والسيرم والمكياجات. مش المكياجات اللي هي البرفانات. الحاجات البادي لوشن الكبيرة. الحاجات دي. بحطها في البسكت ده. وبيلمي لي كل حاجة بدل ما يبقى كله محطوط بيقى. اه. اتعودي دايما تلمي حاجتك حتى لو انت عند الكوافز بتاعتك. عايزي برضو تلمي حاجات. انا حطى واحد للولاد لونو بينك. شيفته معايا في فيديو الاودة بتاعتهم. لما في كل حاجاتهم. وحطوه كده على الكوافز. بلميلك الدنيا وما يبقاش كله متنطور. حتى لما تيجي تمسحي. بتمسحي. بتشيل البسكت كده وتمسحي من تحته. بدل ما تفضي تمسحي عشرين تلاتين اربعين حاجة على الكوافز. طبعا يعني. فبرضو ده حلو جدا. وممكن تحط فيه برضو الفوت اللي انا وريتها لك. برضو رول كده وتحطيها وتغطيها. بيبقى جدا. وبرضو مش غالية. طب الحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقول لكم عليها. انا طبعا انتم عارفين المكان اللي انا جبت من عنده الشماعة دي بتاعت البندانات. اه دي انا كنت جايباها قلت لكم من شارع فرنسا. واحد هناك في قبل بتوع الدهب. واحنا ماشيين كده على قدينا الشمال. بيبيع دي البندانات. وجبت من عنده الشماعة دي برضو دي البنترانات حلوة جدا. بتحطي مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة. وممكن تحطيهم فق خمسة. تحطيهم فق بعضة لو انت عايزة. دي بتلبينك مثلا ايه اتنين اللي مولك البنترانات كلها. وتحطيهم في الدولاد. بس هي فيها عيب واحد عايزة برضو اقول لكم عليه. اللي هي بتتزحلق. البنترانات ممكن يتزحلق. فانا عملت ايه? جبت اللي هو دابل فيس ده. حطيته هنا في كل واحدة بحيس اللي هو يمسكه فعلا احسن كتير من انت لو تحطيه من غير الدابل فيس. برضو الفكرة دي جربوها. يعني مسلا انت جبتي كده الفانطلان. اهو. حطيتي كده مسلا الفانطلان اهو. لولادك بقى هاتيها لولادك. آآ لبناتك. هتحطي فيها كزا فانطلان هنا وحياخد مكان واحد بس. حايز واحد لشماعة واحدة بس. دي انا جبتها بخمسة وعشرين جنيه من هناك. معرفت تلقتي غلية ولا لا. اهو كده دي الطريقة بتاعته. اه والبسكت ده انا خدت جابية من عند فتح الله تقريبا كان من فترة يعني. بخمسين ستين جنيه برضو مش عارفة دلوقتي بقى ايه يعني. بس دوروا عليه هتلاقوه في كل مكان. والشماعة دي زي ما قلت لكم اهي بخمسة وعشرين جنيه. بس هو ده فيديو النهاردة. وطبعا انا معاكم في كل جديد. اي حلقة جديدة بتنزل بقولها لكم. اي فكرة بتجيلي بقولها لكم على طول. ويراب بكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو. وححط لكم برضو الحاجة في الدولاب وحورها لكم كده. حصورها لكم يعني قبل ما انهي الفيديو. ولو عجبكو بقى متنسانيش في اللايك وسبسكلايب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.